بسبب تسجيل إصابات كبيرة بفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون السلطات الصينية ستخضع مدينة أنيانغ لحجر صحي المدينة البالغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة سيكون على مواطنيها ملازمة منازلهم وحظر سير المركبات الخاصة وإغلاق المتاجر غير الأساسية وإطلاق حملة فحص عامة لمنع انتشار المتحور أوميكرون وتنتهج الصين منذ العام الماضي استراتيجية صفر كوفيد تتمثل في بدل قصار جهدها للحد قدر الإمكان من حدوث إصابات جديدة لا تتجاوز بشكل عام بضع عشرات يومياً